السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم من جديد في تكملة كورس البروثيسيز أو التركيبات المتحركة تكلمنا في الانتروداكشن وتكلمنا على الانتوميكال لادمارك وإن أهمية الانتوميكال لادمارك هتكون إحنا طبعا إحنا نتكلم على مرحلة اسمها البري كلينيكال وورك أوكي البري كلينيكال يعني المرحلة القبلة السيريرية فتكلمنا على الكمبيل دنشر اللي هو الطقميش الكامل في هذا الكورس هنتكلم على البري كلينيكال اللي هو مرحلة قبلة السيريرية قلنا أهمية الانتومارك المحاضرة السابقة البريفيس لكشر أهميتها تكمن إنه هنحتاجها في وين في الكلينيكال وورك في الكلينيكال المقصود المرحلة السيريرية أوكي قلنا مرحلة قبلة السيريرية ومرحلة قبلة السيريرية المرحلة قبلة السيريرية اللي هو الكورس هذا المرحلة السيريرية رح يكون في كورس ثاني اسمه clinical processes فأهمية هذا الكورس يعني أهمية جدا مهمة للكورس القادم لشان كذا لابد أنه تفهمه كويس طيب في المحاضرة الأولى قسمناه لعدة محاضرات وتكلمنا عن نتوب كاللغمارك لأهميتها اليوم هنتكمل هنتكلم عن الcompletenture impression materials والimpression play تمام هنتكلم عليهم وأنواعهم أقسامهم وإشياء كثيرة عنهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ طيب إيش المقصود في كلمة impression impression هي الطبعة لو حاب أنك تأخذ طبعة من أي شي هذه تسمى أنك تأخذ منها impression تأخذ منها طبعة إيش المقصود بالطبعة أحيانا تسمى بالmodel إيش المقصود بالmodel هو المقصود فيها مثلا أنت عندك حجر من الذهب بشكله أي شكل أنت حاب تصنع منه إيش؟ شكل الخاتم عشان تسوي شكل الخاتم هذا لازم أنك تذوب الذهب هذا ونما تذوبه تصبه في مكان يكون جاهز على شكل إيش؟ على شكل الخاتم أوكي؟ طيب الآن نحن عندنا فك في جسم الإنسان الفك تبعك العلوي أو السفلي لكن نحن حين نتكلم عليش على الكمبريد دينشر لكن هذا الكلام ينطبق على مين كمان؟ على الـ RPD أو الريموفو بالبارشير دينشر التقم الجزئي طيب زي ما قلنا عندنا الفك العلوي والفك السفلي موجود في في فم العيان في فم التعبان اللي معاك هذا الشخص أو الشخص اللي جاي يتعالج عشان تصنعه لانت تقم طيب الشخص هذا عشان انت تصنع دينشر ما لازم تأخذه من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان تسويله يعني كذا يسموه consuming time يعني انت قاعد تستخدم وقت العيان ووقتك انت أوكي؟ فإحنانا حابين نأخذ طبعة من فم المريض هذا علشان يكون نشتغل عليها والمريض يروح شغله يروح بيته يهتم في عياله يهتم في بيته يهتم في شغله يسوي أشياء ثانية أوكي؟ وإحنا جالسين إيش؟ نشتغل على هيئة محاكية لفم المريض هذا طيب نأخذ الطبعة هذه اللي يسموها impression نأخذ طبعة أو شكل لفك المريض هذا عشان بعدين نصبه في مادة يكون لنا مين الدنشر أو يكون لنا حاجة اسمها الكاست هنتعرف عليها واحدة واحدة ثانية بس هذه قصة بسيطة عشان تفهموها إذا ما فهمتها تابع المقطع إن شاء الله هتفهمونا أكثر طيب impression زي ما قلنا هي عملية أخذ الطبعة قل لك إيش imprint أو حاجة اسمها negative reproductions يعني حاجة زي سالبة هنعرفش معنى negative reproductions of the entire أوكي the entire يعني كلي denture peering stabilizing and border seal area presence in aidential mouth from a positive likeness or cost of the record tissue can be made طيب هنتعرف هنعرف اوشي على حاجة اسمها positive reproduction أوكي البوزيتيف معناته إيش قلنا موجب معناته فيبروز يعني لو كان المريض عندك عنده أسنان فهو المريض بحد ذاته و بأسنانه هذي يسمى positive أوكي لأنه في عنده أسنان في عنده alveolar ridge زي ما تكلمنا تمام سميناها إيش positive لما يكون عندنا cost لو عارفين الكاست أو لو ما عارفينه ممكن تروحوا ل جوجل الصور وتبحث عن كلمة cost كذا تكتب كاست أوكي هتشوفوا صور لها الكاست هذا هو النسخة النهائية اللي أنا بصنع فيها الطقم أو الدنشر للمريض والكاست هذا يمثل مين يمثل فم المريض في المعمل تمام كمان لأنه الكاست يمثل فم المريض في أسنان لو كان طقم جزي وما في أسنان بس في alveolar ridge في عندنا شكل الميكوز في هذا فيمثل شكل فم المريض فهذا نسميه positive reproduction ال negative reproduction اللي تكلمنا عنها هنا هي أنه طبعة سالبة يعني طبعة تعطينا الشكل فم المريض بكل تفاصيله لكن مش ظاهرة قدامنا زي مين زي هذه الطبعة عبارة عن مادة تيجي باودر باودرة ووتر أو لكويد تيجي موية تخلطهم مع بعض يتكون لك عجينة شبه عجينة الأكل اللي تسوي منها الخبز أو تتكون لك شبه اللبان أو العلك أوكي العلك إنت لما تيجي تجيب مسمار وتضغط عليه كذا هيصف في حفرة ما أخذ شكل إيش المسمار لو عندك علك أو لبان كبير تجيب قطعة نقدية وتضغط عليها على اللبان هذا أو السلصال هيطلع لك شكل القطعة النقدية في اللبان أو في السلصال صح طيب لكن شكل القطعة النقدية جاي بشكل حفر الشكل الحفر هذا اسمها إيش نيكتف ريبرودكشن تمام اللبان أو السلصال هذا هنسمي إيش المادة اللي بأخذ فيها الطبعة من هو اللبان أو السلصال بعد ما ضغطنا عليه بالقطعة النقدية بقوة كولنا يعني نس القطعة النقدية لكن بأشكال حفر صغيرة لو جينا صبينا عليها موية حطيناها بالفريزل هيطلع لنا شكل ثلجة بنفس شكل القطعة النقدية تمام طيب سمينا اللبان أو السلصال بالضغط عليه وتكون لنا الفراغات هاي سميناها ايش نيكتف ريبرودكشن اوكي وسمينا المادة امبرشن ماتيريال اوكي بعدين لما نصبها بموية ونطلعها بشكل ثلجة بشكل القطعة النقدية اللي طلعت الثلجة هاي هنسميها ايش كاست اوكي كاست طيب الحين تكون معنا الكاست بالفكرة اللي اتكلمنا عليها او المثال اللي اتكلمنا عليها اتمنى انها تكون واضحة هاي اكثر شي قدرت يعني اوضح لكم طيب فقال الامبرشن هنا هنرجع للمثال بعدين الامبرشن قلنا هو عبارة عن نيجاتف ريبرودكشن زي ما قلنا الطبعة بحفرها زي ما شايفين هذا الحين امبرشن اوكي الازرق هذا اللي شايفين هو الاحمر عبارة عن امبرشن زي اللبان او زي ايش زي السلصال دخلناها ب فم المريض واخذت واخذت تفاصيل الفم لكن بشكل ايش حفر لو كان في اسنان هتكون حفر لجوه بشكل اسنان اوكي هذي سميناها ايش امبرشن ماتيريوس الطبعة نفسها لانها قلنا الامبرشن هي عبارة عن ايش نيجاتف لانه في فراغ في حفر موجودة تمام فسميناها نيجاتف ريبروتاكشن قل لك هنا ان الطبعة تاخذ الشكل الكلي للفم وقال الدنشر بيرنج استابيلايزن بوردر سيل بوردر سيل هي الاطراف بوردر سيل هي الاطراف فهي تأخذ شكل الاطراف كمان ونما قال دنشر بيرنج استابيلايز يعني كمان الاماكل اللي ممكن الطقم بعدين يرسي عليها او يثبت عليها اوكي فسمها بيرنج ايليا تسمى احيانا اوكي تكلمنا عليها في محاضرة شو اسمها تذكرونو فيها الاناتومي كاللان مارك ف تمنى ان تكون هنا واضحة لين هنا بعدين نقل لك الاريا هذي وين موجودة في اليدنش لسماث في الشخص اللي ما عنده اسنان from which بعدين من هذه الطبعة نقدر نسوي ايش positive likeness or cost اللي تكلمنا عليها بشوية يعني قال من هذه الطبعة احنا نقدر ايش نسوي نسوي positive reproduction يعني ايش نقدر نكون شكل محاكي لشكل الفم اللي مثلناها بالاول في السلصال بعد ما تكون هذا فعندنا مادة نسميها نسميها الجبس نسميها الجبس عندنا الجبس 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 هذي عبارة عن الموية اللي صبيناها في السلصال وبعدين خلاهنا نتجمد بالثلاجة وبالفريزل ثم نطلعناها بشكل القطعة النقدية طيب فعندنا مادة اسمها الجبس هنجي نصبها هنا أوكي وبعدين نجي نطلعها هتأخذ هنا شكل الأسنان أو شكل المنطقة اللي كان موجودة بالفم وسميناها ايش positive reproduction أو سميناها cast أوكي لو لقينا صورة الكاست هقول لكم فيها قال ايش تأخذ تفاصيل التشيو أوكي الانسجة اللي احنا ايش أخذنا الطبعة منها طبعا طوالش في هذه المنطقة لأنه مهمة أن تكون عانف إيش معنى impression materials إيش معنى cost إيش معنى negative production إيش معنى positive production فزي ما قلنا المادة السلصال هو أو المادة هذي هنتكلم بعدين عليهم في مادة اسمها dental materials هي عبارة عن impression material أوكي العملية تسمى impression اللي هو أخذ الطبعة المادة تسمى impression material الفراغ هذا يسمى negative protection impression هي عبارة عن negative protection بعدين نجي نصبها ونخلي جواتها المايا وتتجمد ونسوي الجبس بيجمد سميناها إيش positive reproduction يعني يعني عبارة عن positive reproduction طبعا في عندنا قطعة وهي هذه القطعة هذه القطعة تجيب السلصال تخليه هنا بشكل ممتد كذا أوكي وبعدين هذه القطعة تساعدك أنه أنت تأخذ الطبعة هذه هنسمي القطعة هذه هنسميها trade أوكي trade زي الحامل لأنه أنت صعب تأخذ السلصال تحط بفم المريض وفي يدك تدخل يدك فهذه تحافظ على تماسك مين تماسك impression material لأن impression material عبارة عن powder وموية تخلطهم مع بعض بيصير لك شبه العجين كذا لكن لسه تكون سائلة أكثر فهذه tray تساعد على تماسك مين impression material عشان كذا نسميها impression tray المادة اللي تنحط عليها اسمها impression material واضحة هنتكلم على function وظيفة impression tray طيب ننتقل للimpression tray is a device يعني عبارة عن جهاز used to carry بيحمل and confine يعني بيساعد على ثبات أو يعني التناسق وكي and control مين l-impression mean material قال while making and impression يعني خلال انه تاخذ الطبعة هذا بيساعد على الحمل وتنظيمه والسيطرة عليه المادة هذه اللي هو l-impression material هذا الجهاز سمينا impression tray طيب ايش وظيفة l-impression tray قال وظيفة l-impression tray ايش واضحة support بيسوي دعم l-impression mean materials in contact with oral tissue while making impression يعني بيساعدنا على دعم l-impression materials انها تكون متلاحمة in contact يعني بمعنى متلاحمة مع من مع oral tissue يعني مع الانسجة تبع الفم هذه وظيفة رقم واحد الوظيفة رقم 2 هي بيعمل ايش support the impression materials بيعمل ايش على دعم the impression materials متى while removed from mouth and while pouring the cast ok ما بث خلال اخذ الطبعة حتى ازالة الطبعة من الفم لما تجو في العمل و في العيادات تجو تشيل الطبعة تلاحظ انها صعبة انها تنشال و ممكن تقطع عليك فهذه الجهاز هذا بيساعدك انه تكون متماسكة مع بعضها خلال الخلع غير كده تكون متماسكة داخل هذا القطعة لما تجي تصبها pouring تصبها بياش بالأسمنت عشان تكون مين تكون الكاست طيب الامبرشن لما تاخذ الطبعة في عندنا حاجة اسمها primary impression secondary impression ok primary impression لها اسم ثاني اسم ايش pre sorry pre liminary impression او primary impression ok والsecondary لها اسمين final impression او secondary impression اوكي impression طيب هذي مسميات ثانية طيب ايش الفرق بين primary والsecondary primary هي طبعة انا باخذها اولية اوكي علشان اشخص المريض هذا يعني انا حاب اصوي الطبعة بس عشان اقدر اشخصه اشوف مشاكل عنده واشوف الخطة العلاجية اللي انا اسويله اياه يعني بالنهاية ممكن اسويله primary impression هذه وبعدين انا ما احتاج ال cost هذا اصلا يعني بعدين اشتغله شيء ثاني بفمه على طول مباشرة ممكن ارميه secondary impression لا انا بكون اخذت primary ودرست الموضوع وسويت الخطة العلاجية بعد الخطة العلاجية يعني طلع انه الخطة العلاجية انه اسويله طقم طيب انا عشان اسويله طقم يكون دقيق هسويله طبعة ثانية في جهاز شايفين هذا الجهاز tray في جهاز ثاني انا بصنع من من primary بصنع جهاز جهاز هذا نفس هذا بس خاص في المريض هذا هذه هنسميها stock tray يعني tray جاية من الشركة لها احجام معينة هي small medium large في حاجة اسمها x large او vl large لها احجام معينة هذه احجام صنعت من بلاستيك او حديد بنفس الحجم لكل الناس small لو تشتري كم واحد small نفس الحجم نفس الشكل اوكي فانا علشان محتاج تفاصيل دقيقة هسوي primary impression علشان هسوي لمن study cost او primary cost يعني اطلع لي cost شوف لكم هذا هذا شكل بعد ما تصب شايفين يعطيك شكل نفس شكل فم المريض اوكي طيب احنا اخذنا الطبعة الاولى سميناها primary او preliminary اوكي طبعة الاولى قلنا اهميتها لمين لل diagnosis هنا diagnosis شايفين diagnosis للي التشخيص تمام او عشان تسوي treatment plant الخطة العلاجية والله سويت الخطة العلاجية كان محتاج انك تصنع له طقم او محتاج انك تسوي له تركيبة مثل مثل crown او اللي يسموه التاج لا هتسوي حاج اسمها final impression اللي هو طبعة ثانية ما محتاج هترميه الكاست اللي انت هتصبه من primary impression هذا الكاست الكاست هذا الاول هنسميه study cast او primary cast او diagnostic cast يعني الكاست التشخيصي اوكي طيب ايش الغرض من هذا زي ما قلنا الخطة العلاجية طيب طلعت الخطة العلاجية انه نسوي له طقم معناته انا محتاج تفاصيل دقيقة ليش محتاج تفاصيل دقيقة ليش الطبعة الاولى ايش فيها المشكلة الطبعة الاولى احنا سويناها في هذه الجهاز اللي سميناه tray لانه هذا الجهاز يجي من المصنع فلو احجاب معينة small medium large x large تمام كذا اظن ان شاء الله تكون واضحة طيب هذا الجهاز انا هصنع هذا الاولي بمسمياته الثلاثة لازم تعرف المسميات كلها بمسمياته الثلاثة cast اوكي بمسمياته الثلاثة هجيب مادة هصنع فيها نفس الشكل وهاسميها tray كمان باسم هذا اسمها tray لكن اللي جاي من المصنع سميناه ايش stock tray ايش stock tray لكن اللي انا هصنعه جديد هيكون اسمه special tray هوريكم الحين شكله اوكي هذه المادة اوكي بنفس المحاضرة هذه هنتكلم عليها بالشكل الثاني هذه المادة هصنع فيها ايش طبعة هذه صنعت فيها كأنه طبعة الطبعة هذه هتكون شكلها كيف يمكن تكون فيه واضحة هنا صورة ان شاء اللي يكون فيه صورة واضحة طيب شايفين هذا هو الشكل النهائي هتكون شكلها نفس الشكل اللي هو هتكون stock tray لكن بتفاصيل ادق وما تتركب لأي مريض اخر هذيك ممكن تتركب للمريض اخر لكن الجديدة اللي صنعناها ما تتركب لأي مريض والجديدة لها مسميات عدة المسمى الاول custom tray يعني تم صناعتها خاصة او لها اسم ثاني اسمه special tray لها اسم ثالث كمان اسمها individual tray يعني لكل شخص يعني خاصة لكل شخص يعني كل شخص ضه نوع خاص فيه تمام هذي ثلاث مسميات ل special tray special tray custom tray individual tray مهمة سؤال اي واحدة من الخيارات هذه تمثل الفاينل او ممكن ناخذ فيها الفاينل impression final impression تأخذ بال custom tray special tray individual tray all of above هتختار all of above يعني سابق كله تمام تمام نرجع لموضوعنا اوكي المادة هذا عملية واعذروني لو طولت لانه حاول اخليكم تفهم الادوات الادوات مش متوفرة عندي لكن ان شاء الله هل بتوفر هنسوي حلقات كده نسميها اي شي بمعنى انه هنكون حيوية هتكون في عندنا المواد هذه نتكلم عليها بشكل واضح حاولت تنسق مع ناس تقنيين انه يشرحوا معنا لكن ما رضوا يشرحوا واللي موافق ان يشرح طالب مبالغ مادية وزي ما عارفين القناة هي مجانية فما في مقدرة ما لي انه ندفع حالي الدكتور يشرح في القناة فالمهم ان شاء الله تكون واضحة الى الان البرائماري امبرشن او بريماري امبرشن وظيفتها دايغنوزز او تريتمت ملان نسوي الطبعة هذه في جهاز اسمه ستوك تري الستوك تري هذا هو اللي يجي شكله هنا اللي يجي شكله حديدي او بلاستيك وكده المهم يجي من المصنع بناخذ فيه الطبعة الاولية الطبعة الاولية وظيفتها للاستدي او للدياغنوزز اللي هو التشخيص او لتريتمت ملان هنسوي فيها نصبها بعدين هيتكوى معنا حاجة اسمها الكاست لكن بما انه بالطبعة الاولى وبيكانت بالستوك تري هنسميه استدي كاست او بريماري كاست او بعدين عندنا الطبعة الثانية المعلومية بعد ما سوينا هذا الكاست احنا ممكن نستخدم هذا الكاست عشان نبني مين نبني الكاستم تري اللي وريناكم هناك الشخصية او الاسبيشل تري طيب بعدين احنا حابين نسوي طبعة الثانية الطبعة الثانية لازم تسويها بمين ما تستخدم الستوك تري الحديد هذا لا تستخدم الكاستم تري او الاسبيشل تري او الانديفيجول تري انا عادي ساميها عشان تحفظها تمام ثلاث المسميات فاستخدمت هذا التري عشان تسوي ايش ما تسمى فاينل امبرشن الا لازم تستخدم الكاستم تري لانها خاصة في المريض هذا تمام طب احنا لماذا نسوي الفاينل امبرشن علشان نسوي حاجة اسمها الماستر كاست احنا مشمينا الكاست اللي يأخذ بالطبع الاولى بثلاثة مسميات study cast primary cast و diagnostic cast هذا في الطبع الاولى الطبعة الثانية الكاست اللي حنسويه هيسمى مين الماستر كاست اوكي الماستر كاست الماستر كاست يصنع بواسط الفاينل امبرشن او السكندري بواسطة مين الجهاز بواسطة ال custom tray او ال special tray او ال individual tray طيب احنا ليش صنعنا الكاست او الماستر كاست هذا ليش صنعنا هذا الدقيق اللي حاكي جسم الانسان او فك الجسم الانسان صنعنا علشان غرض purpose ايش ال purpose هذا والغرض هو ال construction of denture علشان نصنع الدنشر الطقب علشان يكون ثابت في فم المريض هذا او في فم العميل اللي جاي عندك طيب تكلمنا على تكلمنا على impression انه عبارة impression materials المادة هذه تكلمنا على tray تكلمنا انه عندنا نوعين من stock tray اللي جاي من الشركة وعندنا special tray او custom tray او individual tray اللي انت تصنعها للمريض ثم تكلمنا على impression في عندنا نوعين من impression او مرتين تسوي impression اما primary او secondary primary سميناها اسم ثاني preliminary primary نصنع من study diagnostic cost والprimary cost ليش نصنع بواسطة بواسطة stock tray اللي جاي من المصنع شو اسمه علشان ايش علشان نسوي diagnosis نشخص او treatment نشوف الخطة العلاجية واذا كانت مطلبة انه حاجة دقيقة علشان نصنع حاجة اسمها custom tray ديوال special tray طيب احتاجنا ان نسوي النسخة الثانية سوينا final impression او اللي سميناها secondary impression محتاجين عشان نسويها محتاجين custom tray special tray individual tray نفس الاسم كلها نفس الشيء علشان نسمع مين master cost الكاست اللي بيحاكي ودقيق لتفاصيل ثم المريض علشان ايش علشان نصنع الدينشر اوكي طيب هنتكلم عال cost عندنا الكاست الكاست اللي وصفناها قبل شوي هو positive زي ما شرحناها او هو positive reproduction هو الموية اللي صبيناها داخل السلصال اللي كان ماخذ طبعة مين طبعة الفلوس بعد ما صبيناها وهي كانت موية دخلناها الفريزل في جمد الموية لما جينا فكينا طلعت ان هنا ثلجة ماخذ تفاصيل القطع النقدية هذا مين هو الكاست فسمينا positive reproduction of the form من شكل التشيو شكل الأنسجة اللي موجودة وين في الأبر وال lower arch الموجودة في الفق العلوي والفق السفلي over which denture بعد ما هذه شايفين هذا الشكل بعدين نجي denture base هنشرح في محاضرة ثانية اسمها record block محاضرة جاية لكن تعرفوا انه في حاجة اسمها denture base بنحطه هنا ونبني فوقه مين قال لك نحط denture base and other denture restoration may be fabricated يعني نبدأ نبني طقم أو أي شيء ثاني نبني فوق هذا الكاست إنو هذا الكاست بيمثل فم المريض طيب الكاست قلنا عندنا نوعين تكلمنا عليهم بس هنا بشكل يعني تعريف علمي هنا هق الأمثلة بشكل أن أنت تفهم ما هو قطعة نقضية ولا شيء لكن عشان تفهم طيب عندنا نوعين قلنا الأول study cost عندنا الثاني هو master كاست زي ما شرحنا study كاست لوس مسميات diagnostic cost و primary cost طيب قلنا study cost يتم صناعته بواسطة من عملية تسمى primary impression أو permalary impression ليش علشان diagnosis أو صناعة ايش ال custom tray اللي هو tray الخاص الجهاز الخاص أما master كاست يتم صناعته بواسطة عملية تسمى final impression ليش علشان نصنع البروثيس الجهاز أو الطقم هنا هنستخدم من stock tray هنا هنستخدم من custom tray شاء الله تكون واضحة عموما هوقف هنا وهننزل بارد ثاني هنكمل موضوع stock tray لأن شوية هتكون طويلة فهنشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة في بارد ثاني رح يكون بحيث أن تكون تاخذ رست أو تكون أوضح بإذن الله زي ما عودناكم والسلام ختم لا تنسونا من صالح دعاكم ترجمة نانسي قنقر